عملية الالتفاف ومحاولة الالتفاف عام آخر من حرب استعادة الشرعية يمضي بعد أعوام كرس فيها التحالف جهوده لتغييب الشرعية وتقويض الدولة اليمنية وتمكين ميليشيات تعمل على قضم الأرض ونشر الفوضى والخراب في المناطق التي تسمى بالمناطق المحررة لم تكن مصادفة ما قامت به ميليشي الانتقالي في عدنة وسقطرة بل كانت بدعم إماراتي وطواطئ سعودي يكشف حقيقة مرة مفادها أن التحالف لم يكن يوما داعما لشرعية وأن استراتيجية التحالف لم تكن استعادة الشرعية بل تقويض الدولة عبر ميليشيات تعمل بالوكالة لتنفيذ أجندة جيوستراتيجية للتحالف السعودي الإماراتي عبث التحالف في العام 2021 تمدد ليشمل الساحل التهمي الذي انسحبت منه القوات المشتركة المدعومة إماراتيا لتسيطر ميليشي الحوثي على ما يقارب 100 كيلو متر من الشريط الساحلي الممتد من وسط مدينة الحديدة شمالا إلى ميناء الحيمة العسكري التابع لمديرية التحيطة جنوب محافظة الحديدة حيث تزامن التمدد الحوثي في سواحل الحديدة مع تواغل قوات طارق صالح المنسحبة من السواحل إلى ريف تعز الغربية بإعاز إماراتي مشهد يبدو فيه تخادم جلي بين القوات المدعومة إماراتيا وميليشي الحوثي والانتقالي في أكثر من جبهة لتقاسم النفوذ العسكري في جميع الجغرافية اليمنية في الوقت الذي يواصل فيه تحالف تضييقه على القوات الحكومية من خلال منع التسليح وقطع المرتبات لأشهر طويلة ففي الوقت الذي يواصل فيه التحالف تكبيل الشرعية وجيشها تواصل جماعة الحوثي تضييق الخناق على آخر معاقل الشرعية في مأرب وإحكام السيطرة على محافظتي الجوف والبيضاء وقضم ثلاث مديريات من محافظة شبوة لم يكتفي التحالف بمجرد خضلان الشرعية وتمكين الميليشيات بل تطور الأمر إلى مقايضة الشرعية والضغط عليها بتقديم تنازلات لصالح الميليشيات في المحافظات الجنوبية لتذهب أهداف التحالف أدراج الرياح في مشهد يختزل الخضلان والخيانة على حد سواه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر